معكم زاهرة عرباني ميكاب أختيت خبيرة تجميل كيف كنعرفو هاد الشهر الفضيل كيكون مع الصيام نقص في الفيتامينات على مستوى البشرة وكذلك كنحسنو بالنوع من الجفاف فنصيحة لكل الفتاة ولأسيدة أنها تشاب المال كافي لأنه هو المهم اللي كيعطينا لكلية لنا البشرة وكيعطينا تكلية غدا سيدة فنخسارها لكم واحد المزك اللي هو طبيعي جدا متوفر في البيوت ديالكم كذلك مكونات بسيطة فيه الحنه ومن اللي تسمعوا الحنه مشي تعرفوا الحنه راها غدا تطبع لكم الوجه ديالكم ولا غدا تعطيكم واحد تصبغ مثلا واحد اللون بالعكس لقدرنا معلقة كبيرة ديال الحنه مع معلقة كبيرة ديال العسل مع معلقة كبيرة ديال خلط فاح وكنزيد على معلقة كبيرة ديال دقيق كنخلطو هاد المكونات كيعطيونا خليط متجانس وكنطبقوه على البشرة ديالنا على الوجه وجميع أنحاء الجسم كذلك نقدرو نديرو على الجسم ديالنا على مستوى الرقبة او الركباتين او الكوعين ناس اللي كيعانيو من تصبو غال فهو تقدر ديال جسم ديالك بالكامل وانا انقصارحو انكم ديرو فات الشهر الفضيل على مستوى الوجه والرقبة وكذلك اليدين فليهذا كتعرفوا المكونات ديال الحنه فهي طبيعية وفيها مزايا جميلة بزاف خاصة البشرة اللي كتعاني من حب الشباب او البشرة الدهنية كنعرفوك يكونو فيها واحد مجموعة من تشققات او لك تحسي بها ناشفة فليهذا اذوك المواد القابضة اللي كتكون في الحنه كتعطيك واحد نظارة وفي نفس الوقت كتعالج الناس اللي عندهم بعض الفطريات كالكزيمة وحسن الناس اللي عندهم هذيك كتحت حروق او ندوب على المستوى البشرة ديالهم فلنجرب شوه ودر شوه الطريقة الصحيحة كفه الدرس غدي تعطيكم نظارة وفي نفس الوقت سيكون هذي الماسك ناجح مئة بالمئة اشتركوا في القناة